جمس جاتي معلش نان نديرو انا فلاشباك نعود نقول له للبدايات تاعك في سوقر بدايات تاعك في تيارت كيفاش كانت البدايات تاعك النادي الاول اللي بديت فيه شكون المدرب الاول ما خدمت معاه يعني حتى تذكرهم اليوم تكرمهم ايه اكيد انا بديت في كرة القادم من فوسة اه بديت في كرة القادم من دم تشركها كمالت في كرة القادم كرة القادم لعبة جامعية لازم غروب غا يخدم با تنشح انا اخيات رياضة الفردية ينفذaked بعد يم CJ سيقوم بتطعب الداخل وتعتقد Wirema جانب完 قتبت الا upon كرة القادم ملوديت سوقر و Eye Five كانت تنحد الآن لك إتيحات سوقر وتيت في لشبير لرجع بها أكابر ونعمل في سوقر ثاني وكانت في السوقر وبعده في السوقر عمدت للعب القيوة في عام سوقر لم يكن لعب باله ونحب أن ندعب لها نحب أن نشارك بسوقر في عام 2017 بسوقتي أمريل لعب سوقتي لماذا أمريل كنت تبقى في كورت القدم أو لم تجد ظروف مليحة؟ لم تجد ظروف مليحة وكنت نجري كروس رجعت الكورت القدم وكنت جماعة أصحابي من الميل وكورت القدم لم تكن لديت اسم كثيراً في 2018 رجعت لديت اسم بدرت 400 متر دايماً في السوقر لا، لتحقت بالكورت بدرت 400 متر ما كنت في المدرات؟ العربي ومدرية السوقر شعليد تحية أكيد تحية كبيرة تحية كبيرة الأستتاعي كان صاحبي معي للأتليتزم بونات محمد صديقاً ما شاء الله كنت ندر معي للأتليتزم وندرنا سيباق في السيام وربحته أستتاع سبوروالي قال لي التحق بالأتليتزم مما كنت ندر الأتليتزم زيما ألعب القيوة ديرها زيما كنت لعب فوت وروح ندي بلاسي حب ندي بلاسي هكو في 2018 ربحت بطولة جزائر في دلجيري في بجايا 14 متر في 2019 تحقت برياضة العسكرية دخلت ميليتر وين كنت عند الشيخ خلوفي ولي زيما قبل ما نقولي أنا والو قالين تايا غادي تروح تولي التوحد حتى ياسين بالباشر قالي تولي تنافس مع الكبار قالي غادي نرسلك عند أيادي أمينة وصفري كانت أيادي أمينة جداً من الشيخ بينيدا عمار ولي تطورت معه هكذا كل التوفيق على كل حال جمال فقط كنت تتحدث على بداية مسيرتك قلت بأنك على البداية في ألعب القيوة كنت في سوقر وبعدها كنت في تيارت نعم كيف كانت تتنقلات ساعك؟ ماذا تتحدث عنه؟ أم المرحلة السابق كيف كانت قريبا؟ كيف كانت تذكره؟ كيف كانت تذكرها؟ كيف كانت تذكرها؟ كيف كانت تذكرها به فاسقاً كانا كيف كانت تذكرها؟ سأخذت أن دي بلاسي تم أرى حتى تذكرتها في السوق وفي التلأس الملجيرية ثلاثت في السوق كيف كانت تتتنقل بهذه المرة؟ فتنعاني رح ترانسبر حتى وانت تخرج في وقت متأخر في الحالة توقع نوالي في وقت متأخر وكي كنت توقع كيف كنت تدير نوالي كلانديستة أيضا أنا لم أكن شخص أم لا زعمت لا أم لدي شخص لدي سيارة أم الأبس على كل حال التوفيق إن شاء الله وكل التوفيق عليك والعائلتك أيضا بما أنا نتحدث عن ذلك الظروف الصعبة طبعا أنت قدرت ضحيات كبيرة كي لم تلحق هذه الدرجة ميدالية في الضياء لا يوجد شيء هيا وأنا في البداية في الكواليس قلت لك أنه العيد الكبير ما جوسته مع العائلة جوسته في بابلواد مع محمد حسين طبعاً أنت قلت لي هذا العيد الثالث لما ما عيته مع العائلة هذه التضحيات مع العائلة صراحة طبعاً هذه وحدها تضحيات على هائلات تكفي من المفروض نعم خاصة شي بنيتها مريضة شوية أدعو لها اليمة مريضة شوية أدعو لها أبي شيفا طبعاً نحن نتقى بالتواصل معهم توجدوا في فلاكا من نحكي مع الدار ويشجعوني والدي يقولون لي كيف تنجح هذا هو الشرفتنا ونفرحوا لهم بكثير نقول لهم ذو كم ينجيش هذا العيد يقولون لي ما عليش مهم أنظريني وإن شاء الله تنجح توجدوا لكم معهم كونتاكت يشجعوني إياه تباعد على الضعف الأعياد وقع فيها شوية هذا هو سبور لازم نتساكري فيه مثلاً من لي جيت لحد الآن من أنظريني لأعاب من قبل الأعاب ما حال؟ شهرين أو شهرين أو شهرين قريباً ما تخرج للمنزل من أنظريني تضحية كبيرة صراحة هذه على كل حال مسيرة عرياضي مسيرة عباطل لا تكون مهات أما أنظريني أنا أذهب إلى الدار أضيع سمانة أطلال المولا أنا أصل إلى الدار خمس سوايع صحيح كما أنظريني في الدار كما أنظريني اليوم لا أصدريني في الدار لأسفت مجرديني في الدار أرى مجرد كبيرة أذهب إلى الدار أذهب إلى المجرد ت unas إذاب الى الطارق الذي سيبتنا في الدار يوجد أنظريني إلى المجرد هذا في المجرد إلى جينب ولكن بالنسبة لدينا الحمد لله لا تفهم الأهم بعض الأحيان لا يأتي لك هناك بعض الأحيان يأتي يروني الحمد لله على كل حال كل توفيق لك جمال سجاتي أنا هادية اللي كنت حاب نوصلها لأنه ما كاش حاجة تجيب السهل كانت تضحيات كبيرة حتى في التدريبات يعني كانت تضحيات كبيرة وتدريبات شاقة تدريبات شاقة جدا مع المدربة يعني أنا كدخلت سبورت دخلت مع الشيخ بنيده كوصلت عنده كتب مستوى شوية موسى وسيتمي كدخلت عنده دخلت في المستوى العالي ديرك مع الرياضيين حتى حتى ياسين بالبشير والقروب أمين بفرر أمين وقفت المستوى دخلت معلي شامبيون صح في التدريب كان جديد علي وكان حسيت وقاسح مين الحمد لله يا ربي وين سبورت ونجحت واجبت ريسالطة الحمد لله فرح تقال القروب فرح تقال جزائر جزائر والعرب 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 والسجاتيين ما شاء الله وفرحوا بك يعني في دول العربية الأخرى كما قال لك فلسطين كانت هناك احتفالات بك نحن في الجزائر أيضا حدث ولا حرج الجميع يذكر اسم جمس الجاتي الآن الحمد لله قادم أفضل إن شاء الله إن شاء الله يا رب طبعا نتارك قلتها في البداية إن شاء الله الهدف هو البطول البطولة العالم المقبلة إن شاء الله وأيضا الألعاب الأولمبية ما زال عندك سنتين تعمل جهودات كبيرة ربي وفقك إن شاء الله إن شاء الله نتيجة تكون في صالحك